مرجعيته. تمام? النقطة التلاتاشر. ليه ايه بقى? السبب التلاتاشر اللي خلينا اعتقد ببشرية الاديان. احتقار الاديان الابراهامية للمرأة وتمحورها حول الرقم. تمام? الاديان الابراهامية التلاتة رؤيين اختلفوا في بعض الاشياء لكن هم اجمعوا على ايه? على احتقار المرأة. تمام? اجمعوا على احتقار المرأة. ازاي بقى? الاديان الابراهامية احتقلت المرأة ودعت لاستعبادها وقمعها بكل صورة ممكنة. يعني طلع لي مثلا كده وتمحورها حول الرقم. يعني مثلا انبت ليش رجل دين? يعني انت عمرك سمعت عن حكام ست مثلا? ست حكام? او بابا ست مثلا? الراهبة دي اه ماشي بيدخلوها كده يعني خلاص بقى يا ملاش لازم الراهبة. هل انت سمعت عن امام الجامع عدراتي موجود في امريكا كذا واحدة واحدة يمانية واحدة انا جدعان والله. تمام? لا. دايما القيادة في كل شيء للرجل في هذه الاديان. يا راجل ده المسيعين فضلوا ربعمائة سنة يتنقشوا ويتجدلوا في كناسهم هل المرأة لها روح انسان ولا روح حيوان? انت خبرك? عشان ما طلعش واحد مسيع ولا خلاصة مع الناس في المسيع ايه? انت فكرت. وعمل سنة بيتنقشوا في المرأة لها روح انسان ولا روح حيوان? اصلا. وطبعا والمرأة في اليهودية دي بقى مصيبة المصايب المرأة دي. انت خبرك? وفي يهود سلفيين زي حردين بقى زي اللي هم زي السلفيينين متلاحين عندنا كده. كلها مرأة اللي هبس اسود فسود وحاجات زي كده وام ربي دقنوا ببطيك. طيب انت فهم نقصة عقل ودين ومن الصفاء اللي هم مذكورين في الآية والدين اعمانوا لتبطي الصفاء مهلكم. وتبطي الصلاة زي ازرح وزي الكلب ولمش عرف ايه. انت خبرك. ونجسة في وقت الحيط. انا مش عرف ايه علاقة الحيط. ده يا بشرة دي. دورة دي حاجة يعني بيولوجية ليس لها يد فيها يعني ايه التغير وبيحصل في المرأة. يعني ايه نجسة او بالنسبة له ان هي خرج الدم دي نجسة. والنبي محمد يقول لك ايه انه اكسرها للنور. وما افلح فهم ان يقول له امرأة وامرأة. وانا مش عرفت ازاي. يعني مسلا. هل مسلا انجلا ميركل اللي هي دي. اه يعني اه لم يفلح العلمان بسبب. ده ده بالعكس ده هي جعلت علمانيا دي رفعية رفعية. علمانيا فيها فلوس من ينان بكرة. علمانيا بيصدف تمانية مليون عربية في السنة. طب البلاد بتاعتنا الاسلامين اللي هي ويسكون المسلمين ويحكونا رجال. حالها عامل ازاي? انت شايف. محتاج شرح. ازاي ما افلح عقامة اولا همراء من بقى. تمام? ازاي? مرأة درويتي في جميع المناصب. تقول له جميع المناصب بتقوم بكل وظائف. تمام? مثلها مثل الرجل اه كاتفا بكاتف يعني. بعد السوزة العامة قال لك طب ما اتطلع عطوب يا حبيبي طب ما فيه راجل اصلا صحيته ما تجيبش ان هو طلع عطوب. مش مرأة. انت اخب لك? ما اخدرش ان هو بنيته ضعيفة نفسه وتعبه. مش هي قادر تطلع عطوب. لاش دعوة يعني? نوعية العامة. مش عشان تبقى هي متساوية مع الرجل تطلع عطوب? لا. ما هي بقت قاضية وبقت اه حصلت على نوبل وبقت بروفيسيرا ومدام كوري. انت عايزي بقى. يعني انت احسن من مدام كوري مسلا? ايا كنت انت? يعني انت طلعي واحد مسلا في العالم العربي ده كله الاسلامي احسن من انجلا ميركت. مش اقول لك من ناحية سلوكين. يا راجل ده انا كنت بتشوفها في الصور بتنزي تشترك خضار بنفسها. بتنقيب ايدي. ده انا ببقى بنقيش الخضار بايدي. ببقى بتحدي استروجي. تمام? انا. بلا شيء يعني. ودي رئيسة المانيا. اهم دولة في اوروبا وربع اكبر ارتصال في العالم. بتنزي صدع بقى انجل. امشي. بحط ماشية. انت اخب بالك. فيعني المرأة عظيمة يعني في جميع المجالات. احنا عندنا في مصر هنا. اول علمة زرة مصرية سميرة موشة. قتلتها امريكا سنة اثنين وخمسين. لما كانت راجع مصر. دي اقلف الكتاب جابرة عندها ستتاشر سنة. بتخيل? دي متخلق يعني تقلف الكتاب جابرة. انت عارف يعني تنجحت من تحن الجابرة اصلا? انت مهام ده? الجابرة مش لطيف يعني طبع التفاضل والتكامل اوسخ بس ايه? يعني جابرة مش لطيف برضو مصففات وانت عارفوا الريز وبساعة. دي قال ليه في الكتاب جابرة? انت فاهم عندها ستتاشر سنة. انت بتتكلم بسا التنة واربعين. قال ليه في الكتاب جابرة? انت فاهم? رحت امريكا اشتغلت في مختبرات هيكات الوحيدة الاجنبية اللي فيهم. ووصلت للمعادلات بتاعت الانشطار الزري. يعني تقدر تعمل قبلة زرية تعمل قبلة زرية ازاي يعني السلسلات المحتاجات ايه? والمكونات ايه? وبتاعها. مشان كده وراجع مصرح حدث العرباء عرباء عرباء وتطالها ترميها من فوق الجبل. تمام? دي سميرة موسى مسلا. فالسميرة موسى دي. نخص عقله دين. حال سميرة موسى دي اهل مسلا من البصحوق الحويني. يعني البصحوق الحويني أحسن ولا سميرة موسى. متنجزم تسأل نفسك الأسئلة دي. انت فهم? يعني ايه? لازم تسأل نفسك. والمسلمات بالذات الستات اللي هم الوضعوا يدفعوا عن ايه? يعني عارف عملي زي الفرقة اللي بتدفع عن شركة كينتاكي. بتدفع عن من يضطهدهم ومن يزدريهم ومن يحقرهم. انت من جعلت من نفسك مجرد اه وسيلة للجنس وانجاب الأطفال. دي غلطتك انت. انت قابلت هذا الوضع. لكن انت دايما ايه? يعني ايه? عمل المرأة بقى ايه? معاملة الايه? المستعبدة. انت اخذ بالك. الاديان الايه? البرهامية الثلاثة. ودايما نتكلم عن الزكرة. ودايما الشخصات الدينية يا زكري. يعني ما فيش ولا نبي ستة. يعني ربنا ما بعدش نبي ستة مسلا. انت اخذ بالك? من حاجات الطريفة. انت عارف عنا في مصر مدعين انبياء كتير مصر دي تشوف مع العجب يا اخي. فانت حوالي ايه? بتحوالي اكتر من عشرين سنة كده. تمام? كان فيه ولاية اسمها نبوية. تمام? فالولية دي ادعت النبوية. تمام? وقامل بيه خمستاشر واحد. وكان اياما بقى ايه? انت فاهم? بتكلموا عن الموضوع في التلفزيون وجابينه في الجرائد والتاعة. فاهمت داعت حكيها يعني انت فاهم? قلت يا جات عليكي. فاهمت ليه ما كانش فينا باية ستة? هل حمله الولادة مسلا يمنعه من ابلغ الرسالة? لأ. طبعا العرب كان يوم السابق في الموضوع ده انبياء سجاح. سجاح وبتاع وحركات. ومش فاكر ازا سجاح دي اتجوزت الاسود العنسي ومش عارف كم مهرها. مش عارف اربع رقعات شلر اربع رقعات مسلا وحاجات غريبة جدا. وقلوا ان سجاح دي اسلامت في الاخر ومشتش عارف يعني. فليه ما كنتش في نبي ستة يعني? يعني انا شايف ان المرأة اصلح لموضوع الرسالة من الرجل. ليه بقى? مشكلة الرجل هي في ايه? في هرمون التسطورون بداعه. واساسي هو اللي بيخليه بقى قوي ورجل ومارسي الجنس وعنده عضلات وقلبه شغال وبتاع. الهرمون ده بيخليه اجريسيب بيخليه عني. على عكس المرأة. يعني المرأة عندها ساعة صادروا ان هي تستحملوا ولو انتفاموا? وتصبر عن ناس وكده. في يعني احنا يعني لو نظرنا في كل التفاصيل حتى الشخصيات كل الشخصات الدنياهه رجالة اسيت بتظهر من هنا ليه هنا كانسه كابس كان السيادة اسماء انا ما ليش دعهم ارجال. مش كلهم طالعين في شخصياتكم بارس الشخصيات الرئاسية في القصة الإبراهيمية كلها من اليهودية للمسيحية الإسلام كلهم رجال ليش أي ذكر للست خالص تمام ووصل أمر ظرويته في الإسلام من الست دي أصلا عورة المرأة زي ما هو بصحق الحويني يقول لك وجه المرأة كفرجية يعني وجه المرأة يعني المشية والشابين أكنها ماشية وعضوات تنسولي باين يعني بص بص الجنون بقى وده كان عايش في مصر آمن مطمئنه ولا حد عمله حاجة ولا أزاء وخرج بفلوسه هو ابنه باشا بره بص واحد زي ده ده يدمر أمة كاملة واحد يطلع يقول لك وجه المرأة كفرجها فضل عم وانين يجو للقسام كرم المرأة كرم المرأة إيه بس أنا كنت أعمل حلقة كاملة وعمل بوست كاملة مضادة وصلت بالتفصيل سيبك من المرأة إيه بأخص لا هي أحيان بتأخذ أكثر هو هو بيعملها يعني حتى العفض بتاع الجواز يعني الجواز بره يعني بره لما تيجي تتكلم مع حد وقال لكش يقول لك مع بارتنر يعني شركتي تمام عد زواج عد ملكي يعني اللي بيرهم فقه دراس فقه إسلامي عارف إن العقد على المتعة العقد على المتعة الجنسي إيه ده وخبرك لو لم تمكنه من نفسها من حقه يفسق العقد إيه ده وسترد المه هو بتجوزها ويتفع فلوس عشان تمكنه من جسمها هو العقد على كده بتقول لي كرم مرأة إيه بقى كده فواضح جدا إن هذا الإله ذكوري واستحال الإله يكون ذكوري استحال الخلق يكون بقى الخلق يكون ده لو هو فيه كائن خلق يكون متفزيقه الله أو واتفر انت فاهم؟ استحالها ينحزل جنس ضد جنس كده بالطريقة دي إلا هو ينتمج جنس من جنسين يام الله ذكر بقى عشان كده بتعصب لجنسه تسأل مسلمين يقول لك الله ليس يا ذكر الرئيس والمسيح المسيحيين يعني مش مضحيف ما هو نقول إنه المسيح رجل هل الله ذكر في المسيحي أنا عايزيه المسيحيني فانصررنا الموضوع ده هل الله ذكر؟ إذا كان الله ذكر فهل الله هو عدو ذكري؟ ما الزكر لعدو ذكري أنا ما بشتمش ولا بزدري ما الزكر لعدو ذكري حتى بص الحرف الزالب كتير ده ها؟ فهل الله ذكر في المسيحي يعني هما المشكلة دي حلوها بالإسانة لك الله ولا ذكر ولا غيرت هل تفهم؟ ولم يلد ولم يولد ولم يعمل ايه؟ تمام؟ فده النصوص الإبراهيمية الدينية تؤكد بملادع مجلة للشك أن كاتب هذه النصوص هو ذكر متعصب لذكرياته بشتى الطرق تمام؟ فده يبينك إنه ايه؟ نصوص مشاريع كده بها ذكور وطبعا إحنا فيه جديد بالذكر يا مرة موضوع بس المعرفة برضو اللي ما عرفش أنا أعتقل مغلبكم من الثقافة أنه أعرف وصلا صديقي فيه حاجة كان اسمها الانقلاب الذكوري التاريخ يعني الإنسان وفي المرحلة الأولى بتاعت الحضارة كانت المرأة كان المعبود دايما مرأة كان دايما الإله ليه مرأة تمام؟ ليه بقى؟ لأن المرأة هي اللي بتنجب وساعتها بقى ما كانش يعرفه يعني الراجل ما يعرفش إنه هو بقى لما بيعمل معها اللي بيعمله هي بتنجب فكده بتنجب بالنهل نفسها كده تمام؟ فقال لبقى يعني المرأة دي حاجة يعني ايه؟ حاجة يعني مباركة غير مفهومة كده اللي بتجيب علي أطفال جديدة دي فكانت إلهة هناك فده ما تلاقي عليها كانت ايه؟ نساء انت اخذ بالك المرأة الإلهة دي كان مشهورة فالمرأة كان لها السيطرة ثاني حاجة ده المرأة عملتها وراجل كان بيخرج للصيد المرأة هي اللي اكتشفت موضوع الزراعة على أن هي ترمي البزور وبتاعة وبتطلع بتاع قال لك أخها بقى دي يعني بتجيب عليها من بطنها وبتطلع زرع من الأرض دي ست مباركة تمام؟ فهي كانت المرأة بقى هي المعبود وحتى الملوكة التي تتلقوا من المرأة المرأة ليها وضعها قوي جدا تمام؟ لما الراجل بقى ابتداء يعلم بقى حقيقة الأمر بقى أنه ما تجيبش بالنفسها دنا دنا السر انت فاهم؟ عرف إزا بقى ما عرفش يعني بس انت خبق لاحظ بقى بالملاحظة وبالبتاع وبعدين فهم موضوع الزرع وبعدين أهم حاجة بقى ده خالي التحول يعني القلاب الزكوري ده خصل إمتى؟ لما تحول البشر من مجموعات جاثر هانتر اللي هما بيروحوا ويجمعوا أكلوا ويصطادوا وكده لمجتمعات بقى اللي هي القرى والمدن المدن بالذات بقت السيطرة للرجل ليه؟ لأن الرجل هو عنده قدرة بقى مش موجود عند المرأة فقتها اللي هي بقى أنه يدافع عن المجموعة هذه المجموعة البشرية اللي هما كانوا الأول بيبقوا ماشين خمسين واحد مع بعض كده يجي يتجولوا ويصطادوا ويأكلوا مع بعض ويلموا السمار ليه؟ لمجموعة من القرى والمدن لا فقرى والمدن دي بيتحارب بعض بقى ده بيجي بلتج على ده ده يجي بلتج على ده فلازم حد يحمي الكلام ده تمام؟ ده الكلام ده طبعا بعد اكشف الزراع فمين اللي بيحميه؟ الزكر لأنه هو الأقوى جسماني تمام؟ فالزكر من هنا بتالي بقى يسيطر على الموضوع ده اسمه من قلاب الزكو وإحنا خلصنا النقطة دي النقطة 13 يعني لماذا أعتقد ببشرية الأديان لإحتقار أديان برغمية للمرأة